احنا عندنا واحد من مؤلفاتك وهو كتاب انا كنت بقول حتى انه شديد الاهمية كتاب طاها حسين تجديد ذكرى عميد الادب العربي كتبه وسطاره ايهاب المالح بنفسه ليه طاها حسين والحقيقة يعني باختصار كده احنا طاها حسين من وجه نظري بيمثل رأس المثلث الذي يكون جوهر وروح ومركز الثقافة المصرية في القرنين الاخيرين اذا عايزين نتكلم عن هذا السلوس بقول طاها حسين نجيب محفوظ توفي الحكيم فاذا كنا بنتكلم عن التكسيد الابداعي للهوية المصرية فنحن نتحدث عن نجيب محفوظ الذي استطاع من خلال ادبه وفنه ورواياته الجميلة ان يبرز هذه الخصيصة كاحسن ما يكون ثم الرأس الثاني توفي الحكيم الذي كان هو الآخر تكسيدا فنيا لروح وجوهر الثقافة المصرية الاصيلة المنفتحة التي تستطيع ان تستوعب كل الافكار والثقافات وتعيد انتجها في روحها المصرية المنتجة المحبة للحضارة ويأتي على رأس هذا المسلس التكسيد الفكري للهوية المصرية او للشخصية المصرية وهو العظيم طاه حسين وعندما اقول الشخصية المصرية او الهوية المصرية التي يتحسس البعض من ذكرها لا اقصد هنا اي معنى انغلاقي او اي معنى شوفيني او ابدا فيما اتصور انه من ابرز خصائص المصريين بمعنى الذين عاشوا على هذه الارض واستوعبوا وتشربوا افكارها وثقافتها وتاريخها وحضارتها وحبهم لصنع الحضارة وحبهم لانتاج المعرفة يعلم انها ثقافة منفتحة ثقافة كوزمو بوليتانية ثقافة تتواصل بحب شديد جدا مع ما ينتجه غيرها من ابناء الثقافات الاخرى بمحبة شديدة وتفاعل شديد وتواصل شديد فنعود الى فكرة هذا المسلس او هذا السلوس ويعني توقفت قليلا عند طاه حسين لماذا طاه حسين زي ما حضرتك تفضلت لان طاه حسين هو صاحب من وجهة نظري اكمل واتم مشروع فكري وثقافي واصلاحي عرفته مصر في الفترة نقول في القرن العشرين كله يعني طاه حسين موليد 1889 توفي عام 1973 يعني رحلة عمر طويلة ومديدة بدأ انتاجه الفكري من الربع الاول من القرن العشرين واستمر حتى الربع الاخير او نهاية الربع الاخير الربع الاخير من القرن العشرين وكان طاه حسين بالمعنى الذي قصدته او حاولت حاولت ان اوضحه ليس مجرد اديب ولا مجرد استاذ جامعي ولا مجرد انما هو حصيلة كل هذه الامور هو مفكر مصلح مجدد نهضوي بالمعنى الحرفي الذي تعرفه كل ثقافة ويعرفه كل امة وتعرفه كل ثقافة فعندما نقول ان طاه حسين انا ادعي ان طاه حسين هو المعلم الاول في الثقافة العربية الحديثة ويمثل لها القيمة التي كان يمثلها اريستو في الثقافة الغربية الحديثة في الثقافة الغربية القديمة عفوا بمعنى اننا لن نجد اي بداية يمكن ان ننطلق منها لبحث حقيقي والاكتشاف حقيقي في كل فروع المعرفة الانسانية وفي كل مجالات التنمية الاجتماعية وفي كل جوانب الاصلاح الفكري والنهضوي والتعليمي الا وسنجد طاه حسين هو البداية سنجد من عنده البداية التجديد الفكر الادبي والنقدي عند طاه حسين عندما اعلن عن ذاته في رسالته المعروفة ذكرى ابي العلاء وهي اول رسالة اطروح الدكتوراه تجاز من الجامعة المصرية الوليدة عام 1914 طاه حسين هو صاحب مشروع سياسي وكان فاعلا سياسيا ونشطا ثقافيا بالمصطلح الحديث وكان محسوبا على احزاب معروفة في ذلك الوقت الفترة الليبرالية في 1923-1952 طاه حسين كان احد اعمدة ان لم يكن العمود الاساس في النهضة او في مشروع التعليم التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي وفي هذا الامر يعني كلام يطول يعني ربما لا يعرف الكثيرون انا طاه حسين هو الذي انشأ الجامعات الكبيرة او الكبرى الثلاث في مصر بعد جامعة القاهرة جامعة الاسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة اسيوت يعني طاه حسين هو الذي انشأها اسسها وهو الذي كان يشرف عليها ويوديرها وهو الذي كان يعين من يقوم على تسير امورها وكان أول مدير لجامعة الإسكندرية كانت في ذلك الوقت أزون فاروق الأول اسمها قبل أن تتحول إلى جامعة الإسكندرية فكل هذا فضلا عن جهود طا حسين الكبيرة والضخمة في مجال التأليف والترجمة والتحقيق طا حسين نظر إلى التراث العربي وقدم له ما لم يقدمه أحد طوال جهده وأعماله طا حسين هو الذي أتقن أربع لغات أجنبية أتقن الفرنسية وكان يتحدث بها أحسن مما يتحدث بها أبناء الفرنسية وهذا ليس كلامي هذا كلام من عصره طا حسين وتحدثه عن طلاقته الفرنسية ونغمه الموسيقي سواء في العربية أو في الفرنسية بتكلم لاتيني كان يجيد اللاتينية وكان يجيد قبلها اليونانية وترجم عن اليونانية كلاسيكيات الأدب اليوناني وهو منشئ ومؤسس هذا الفرع من الدراسة في أثقافة المصرية وفي التعليم المصري والعربي لم يكن لدينا اهتمام بدراسة الكلاسيكيات ولم نكن نعرف شيئا عن الأدب اليوناني ولا عن الكلاسيكيات اليونانية ولا عن الفلسفة اليونانية جاء طا حسين ليترجم أعمال سوفوكليس ويترجم تراجيديات المسرح اليوناني ويكتب قادة الفكر ويترجم نظام الأثينيين في هذه الدائرة فقط التي نتحدث عنه طا حسين هو الذي عرف وكان من المبكرين والرواد في تعريف أبناء الثقافة العربية بالأداب العالمية وأحدث ما وصلت إليه في الكتاب الذي كتب عن كافكا في الأربعينيات وكتب عن فرجينيا وولف وكتب عن الأدب الأمريكي وكتب عن الأدب الفرنسي وكتب عن الأدب الألماني وكان يوازن بين أعمال عظيمة في الأداب الأوروبية والأمريكية وبين أعمال في تراثنا العربي أذكر جيدا أنا في واحدة من افتتاحياته لمجلة الكاتب المصري التي كان يرأس تحريرها في الفترة من 45 إلى 48 كان يقارن بين رواية شهيرة في الأدب الأوروبي في رواية الأحمر والأسود للأدب الفرنسي الشهير ستاندل وبين كتاب تراثي شهير يسمى طبق الحمامة لابن حزم كان طاعة حسين الحقيقة مؤسسة كاملة لم تكن عدة مؤسسات ممزوجة ومجموعة في شخص واحد أقول أن شهرته كانت في وقت من الأوقات حجاب أقول دايما أحب أن أضرب هذا المثال كلنا نتحدث عن رموز وشخصيات صارت مثل الهارم الأكبر أيقونات بصرية لكن بدون أن نعرف ما هي هذه الأيقونات هذا الهارم أبعاده مداخله أسراره معجزاته مداخله كيف يمكن أن نكتشف ما وراء هذا البناء الضخم أو هذا الأثر الضخم من كل الزوائل أنا أتصور أن بعض الشخصيات حازت هذه الشهرة أو هذا الحضور لا أحد في مصر أو في العالم العرب لم يسمع باسم طاح حصي ولا أحد لم يسمع باسم من أجيب محفوظ ولا توفيق الحكيم لكن قلة ممن سمعوا عن هذه الأسماء ربما أو من المفترض أن يكون قد عين إنتاج وإبداع هؤلاء من حوالي عشر خمستاشر سنة كنت أخذت على نفسي أن أقوم بهذه المحاولة أن أحاول أن أقدم مجموعة من المداخل المعاصرة لهذه الشخصيات أصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع وأصحاب المحاولات التجديدية لكي ينظر إليهم نظرة جديدة ومعاصرة ولكي يقرأوا بشكل مباشر ليس عن طريق وسيط وليس عن طريق أفكار موروثة لأن أنا أعلم أن هناك الآلاف سمعوا عن طاح حسين سمعا ولم يقرأوا له نصاً واحداً ولا كتاباً واحداً ونحن نتحدث عن أمر ظل مكرساً لما يزيد عن ثلاثة أو أربعة عقود طاح حسين أريد له أن يغيب ويغيب عن التقافة المصرية والعربية بفعل فعل وأنه ينظر إليه على أنه هكذا قيل وأنا كتبت هذا رائد التيار التغريب العلماني كل هذه الألفاظ للأسف سيئة السمعة التي بمجرد أن يتم إطلاقها أو يتم تدولها يصبح صاحبها موصوماً وممنوع الاقتراب أو التصوير وينمط في جهة أو في ركن من الأركان باعتباره غير مرجوب فيه لأبناء هذه الثقافة